في البداية هناك دراسة غريبة ذكرها موقع روسيا اليوم تتعلق في النوم أثناء فترة العمل تقول هذه الدراسة إنه لابد من النوم أثناء فترة العمل لأن هذا يساعد على الإيجابية في العمل النوم كما تعرفون له أخبار في القرآن والسنة وعند العربي في أخبارهم وفي أشعارهم وهو أمر يقول جدا وحياة الإنسان وعطاؤه لا يمكن أن يستقر إلا بالنوم وجعلنا نومكم سباتا كما قال تعالى ولأن النوم لا بد أن يكون باعتدال من غير إفراط ولا تفريق فإن أولئك الذين بالغوا في النوم صاروا مضرب المثل عند العرب العرب تقول في المثل أنوا من عبود عبود استمر أسبوعا كاملا بلا نوم ثم نام أسبوعا كاملا فصار مضرب المثل وأيضا الفهد الحيوان المعروف هو مضرب المثل عند العرب فقالوا أنوا من فهد لكثرة نومه الله كل فهد نويم ومن السنن البشرية أن النوم يكون عادة في الليل ويكون أيضا عند القيلولة قيلوا فإن الشياطين لا تقيل والقيلولة مختلف في وقتها والصحيح أنها تبدأ قبل الزوال قبل الظهر وتمتد إلى وقت العصر قال مرء القيس يمدح المرأة التي تنام في وقت الضحى ويضحي فتيت المسك فوق فراشها نأم الضحى لم تتطق عن تفضلي طبعا مرء القيس هنا يشير إلى تلك البنت المدللة التي استغنت بالخادمة عن العمل فهي تنام من أجل الراحة هناك حديث مروي من حديث ابن لهيعة من نام بعد العصر فذهب عقله فلا ينومن إلا نفسه لكنه حديث ضعيف ولذا كان الإمام الليث بن سعد رحمه الله ينام بعد العصر ويقول لا أدعوا راحتي من أجل حديث ابن لهيعة يعني الحديث الضعيف قال ابن جبير الرحالة الأندلسي رحمه الله وأهل القاهرة والإسكندرية ينامون في النهار ويقضون حوائجهم في الليل ابن جبير هذا كان في القرن السادس الهجري لو يجي اليوم يشوف كثير من الناس ينامون في النهار ويقضون حوائجهم في الليل قرأت مرة في ترجمة عبد الله بن مقيبل من أهل حضر موت كان كثير النوم حتى إنه كان يمشي به حماره وينام على حماره واحد من الإخوة إمام مسجد في الرياض زار الكويت وقعد فيها فترة ثم طلع من الكويت بسيارته وقت الضحى متوجه إلى الرياض يقول وصلت قبل صلاة العشة وكنت متعب جدا بصلي العشة وحط راسي ونام وأنا قعد أصلي جاني النوم في السجود يقول من شدة النوم نمت في السجود في الصلاة والظاهر الجماعة مقاعديني ولا قاعد قاعدت تالي الليل وأنا في المحراب والجماعة مغطيني من أفضل ما يعين على النوم الوضوء والصلاة والذكر وترك علائق الدنيا ووخر عن التليفون قبل النوم وأخيرا قيل إذا أردت أن تنام تذكر أن هناك من يفكر فيك قبل نومه عاد بحثنت والله يعينك